القصة واللصق دي أبدو أنها مسألة مسألة منهج وبعد ذلك في المرحلة اللاحقة يضرب السنة من الداخل أنه ممكن يجيب لك نص حديثي كفيل في سوء فهمه أو سوء تخريجه أو سوء تأويله بأنه يهيل التراب على السنة بتمامها يعني مثلا حديث العلام الراحل أحمد شاكر علي رحمة الله حذر من أن ملحد مصر يتلعبون دائما بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم وهتلاقي حضرتك في رواية هذا الحديث أحمد شاكر كده كتب تحت في الهامش هذا الحديث كثيرا ما طنطن به ملحد مصر ملحدون بالمناسبة ملحدون ما علاقتهم بالحديث أصلا يعني هما يكفرون برب العالمين وبمن أرسل معلقتهم بالحديث مدارس الزيغ الفكري في مصر تتداخل لا تستطيع أن تميز بين لا دين متطرف وبين ملحد وبين متوقف وبين شاك في السنة وبين مدرسة تسمي نفسها بالمدرسة القرآنية وطبعا كلمة القرآنيون نفسها يمكن مدرسة القرآنيين انحصر ظلها الآن بسبب جهود المحدثين المعاصرة انها بدأت تحدث استنفارات فكرية بدأت تحدث كتب تؤلف كتب ودراسات في الرد على مدرسة القرآنيين والرد على صبح منصور والرد على رشاد خليفة والرد على تابعيهم وتلاميذهم وحواريهم في أمريكا لكن هذه نمازج منهم يا دكتور يعني الهجمع الغارة على الإمام البخاري والتشبس والتطرس بالقرآن وأنه نبينا في القرآن زي عنوان المقال العجيب ما يقول نبينا في قرآننا ونبيهم في البخاري بهذه الفجادة وكأنه يعني هناك فاصل بين المساحتين يعني طب ما احنا نسأل هؤلاء طب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت إلينا هو نفسه يستدلم الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من أين استقيته؟ آية في القرآن لا وعندنا تشريعات كثيرة في هذا الخصوص يعني إحنا عندنا السنة نوعان كما قال ابن القيم رحمه الله سنة بيانية وفي سنة منشئة يعني النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها من أين أتينا بهذا؟ النهي عن لبس الحرير أو ارتداء الحرير هل هناك آية في صورة الأعراف أو صورة الروب أو صورة العمران تنهى عن هذا؟ صفة الصلاة التي نصليها وليس أقرب نموذج بالضبط عدد الركعات ليس موجودا في القرآن القرآن أقيم الصلاة السنة لها جانب منشئة هم يريدون أن يهيلوا التراب على السنة حتى البيانية يعني في سنة بيانية للآيات القرآنية قد تخصص عاما قد تقيد مطلقا قد تزيد الأمور بسطا وجلاء وتوضيحا جزئيا حتى هذه السنة البيانية هم لا يقرون بها فما بالك إذا كانت سنة منشئة ده عاوزين يزيلون أبوابا بتمامها من السنة وضر